في الزهور البهينة دي يعني من مصطفى أنا نصلي معه والله كل جماعة والزهور دي يعني ولو كان عنده بعض الفقاحة لكن هنا عنده علم يعني عنده العالم وزيدنا قلت خلافكم هيتو بعوشنو وهلو على بعض الأشياء المستامن نصلي معه نصلي مع كل جماعة والله زهور عنده علم وغريب من الفقاحة وده نعرف نقطة خلافكم معوشنو هل نبعد منه ولنصلي معه أيها جماعة بالنسبة للمحمد مصطفى سألوا قال بن صلي معه كذا وهل عنده علم العلم يا جماعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفتاة في الجزء الثامن وهو كتاب القدر قال العلم هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم العلم دل من يسألوك ما هو العلم قال هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقول الله تعالى من بعد ما جاءك من العلم فالعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والأحاديث وهذا المنهج الصحيح القويم طيب دي نقطة النقطة الثانية الزول لا جمع خلافنا معه محمد مصطفى نحن كنا منمشي زي ما يتب تحضر له كنا منمشي نحضر له بل كثير مننا كان عنده خطب بتاع الجمع بيمشي ويخطب بعد خطبة الجمع بيمشي يحضر معه انا كنت بخطب في المزج الدينة بتاع الداخلية الجديدة وبعدها كنا منمشي له قبل كم سنوات وشيخ مزمن ده من الشجرة بيخطب وبيجي شفته كم جمعة بيجي وبرافغوه ويرازموه ودارين استفيد ودارين اتعلم لكن ليقول انه الرجل صاحب هو وانه الرجل بداري جبيركب راسه في الباطل وفي المثل العام يقول لك الركب عربية بينزل والركب طيارة بينزل والركب ركشة بينزل لكن الركب راسه ده ما بينزل بساهم الزل وقع في الصحابة جماعة في لب الموضوع الزل وقع في الصحابة قال كلمة شديدة وشينة وما ابتليق في حق الصحابة واصل للكلمة دي قال الصحابة اقتتلوا في السلطة والصحيح ان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يطلبون السلطة وما كانوا يطلبون اشنو الدنيا سمعتوا الزولة عمك القبيل سمعتوا هاي بس عرفت الحاصل خلاص كذي رزيتوا مننا جماعة هاي الله يرضى مننا وارضاكم طيب الله يرضى علينا جميعا طيب الرجل ده جماعة وقع في الصحابة قال الصحابة اقتتلوا في السلطة وقد يكون في احظ من الدنيا والله في القرآن اثنى على الصحابة ظاهرا وباطنا ابين نية الصحابة قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون دي شنو الحاجة الفي الاضان ولا الفي القلب يبتغون يعني جو في قلب ده الله اطلع على قلوبهم قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون قال والذين تبوؤوا الدار والامان من قبلهم صحابة بردو ولا ما صحابة صحابة قال والذين تبوؤوا الدار والامان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا في صدورهم عذين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم شنو خصاصة ذي الصحابة ولا ما الصحابة هو زوال عنده حاجة حقته حاجة حقته الموبائل ده حقي أديت لفلان وأنا محتاج له مش آثرت عليه نفسي هل أنا بيوصفوني بأنه قالت لت فلانا عشان الموبائل ده هل نازل قال لك الدنيا حقة بالدول غير وهم في أمس الحاجة إلى ما يعطون الناس ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم أدواجبنا جمع يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا ربنا إنك روف الرحيم وكلام محمد مصطفد رفعوا للعلم الكبار هناك شيخ الفوزان والشيخ عبيد الجابري شيخ محمد بن هادي والشيخ سليمان رحيلي كلهم جوابهم فيه واحد كلهم أبطلوه شيخ الفوزان قال هذا الذي يقول هذا الكلام إما جاهل وما درس كتب العقيدة وما عرف قدر الصحابة أو أنه رافضي شيعي زي ده زي عمك دك تمام عمك بعين المكجومة زيه تمام عمك ده ذاتك ونحن نحترم الزوء الكبير لكن زي ده ما احترم الصحابة تدحق طيب اتنين الشيخ سليمان رحيلي يا جماعة شيخ عبيد الجابري قال أنصحوه إن قبل الحمد لله وإن لم يقبل فهو صاحب هوا وتركوه أو كلمة نحوه الشيخ سليمان رحيلي قال الذي يتكلم في الصحابة فهو مخذول زول مخذول يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى كله خليه يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذ وصحاب الألبان وحسنه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوه انتهى الكلام أصحابي ذلك لما يجيبون قال أمسكوه الموضوع انتهى ذلك الأفضل ناس يا أخو تركوا الدنيا وتركوا الأموال وتركوا كل شيء طمعا في رضا الله سبحانه وتعالى وما غيروا وما بدلوا ذلك المسألة المسألة الثانية محمد مصطفى وناصحوا أبا قال أها تعال بدعني قال قالوا لي توب ما بتوب تعال بدعني قال ودق الكتب وزات عمك ده دق الكتب وقال تحدث سعودية كلها وأنا عندي كتب بتناطح الجبال أو اللي شنو أدل بتناطح الجبال إلى آخره كلمة زين طيب هاي هو ورفع وأشياء كثيرة جدا عمل الرجل اتنين جماعة الزل بيقع في أشياء من البدع منها قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السنة لابن أبي عاصم من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة الذي سلطان دار تنصح لك ذا سلطان وزير والي معتمد عسكري ما تناصحه قدام الناس خاصة به لو زول عام من عامة الناس زيانة كذي ناصحه قدام الناس ما مشكلة وردع لك قدام الناس إذا جاء باطل قدام الناس لكن زول من زوي السلطان قال لك ده تجره براه وتناصحه ما بجوز في المنابر تتكلم فيه قال من كانت له نصيحة الذي سلطان فلا يبده علانيا وليأخذ بيده وليخل به فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه مش الحديثة واضح ابن حجر العسقلاني قال والقعدية قوم من الخوارج يزينون الخروج ولا يرونه تتكلموا في الحكام ويزينوا الخروج وهم ما بيمرقوا بيسيفهم لكن بيلسانوا شنو بيخرجوا قوم من الخوارج محمد مصطفى دبرد على الوزير في الملأ في المكرافون ويجيب له قصائد بتاعة شعير بتاعة أغاني ويشنو كذي لقيته باللفة دي حفزتها منه والألم اللي عليه خفة وهوك ويجيب له قصائد وغاني كثير منها يقول لي هاي معالي الوزير دي للمجانين ولا نحن هاي معالي الوزير وكذا وكذا ويرود عليه دي برامن المآخذة التي تكفي في إسقاط شنو هذا الرجل يزكي رجل من أهل البدع رجل منحرف اسمه علي حسن الحلبي والحلبي ده لغبه ماكا قبيلة يعني يناس بعض الناس قالوا يتو كمان بتخشوا في القبائل الحلبي ده شنو لغبه ذاته لغبه ده ظلم حرف والعلماناك ردوا عليه بعضهم بدعوا ده الشيخ حمد النجمي وغيره ده من أهل البدع ده بزكيه الرجل اللي هو محمد مصطفى يزكي جماعة اسمها جماعة المركز العام لا تنصار السنة ده بكرموا الصوفية ويمشوا إثنوا عليه ناس الصادق المهدي زعيم وبيجاي إثنوا عليه أهل البدع وأهل الضلال وده من أهل أهل البدع وأهل الضلال وعندهم انحرافات يموت التراب يمشوا يعز فيه ويقولوا شخصية إسلامية لا تتكرر وذكر الله في أماكن لم يذكر فيها اسم الله وما تعوذ الناس فيها وما عهد الناس فيها ذكر الله سبحانه وتعالى ويسمونه على التراب به طوام ده كل الرجل ده من الجماعة دي جماعة المركز العام بل يثني عليهم وشيخنا الأكبر الهدية بقول أنا بحب البرع البرع الضلالات منتشرة والأشياء بتاعته دعاء غير دعاء غير الله سبحانه وتعالى ضلالات منتشرة وغير من الأشياء فدي خلافاتنا مع منو محمد مصطفى طيب يا حاجات نبزنا فيها نحن شخصيا نبزنا فيها وكذا وكذا قول لك حبوبتك وإلى آخر وحلقوم كبير وعصبجية دي كل أشياء حقتنا نحن حقتنا دي نحن نخليها لأنه برعنا قادرين عليها ولو ما شلناه في الدنيا خليها ساي دي أنزاء لكن بتاعت الصحابة دي انت مفروض يكون عندك شنو موقف واضح منا رجل زي ده ما تسمع له حتى يتوب بكرة لو تاب من الأشياء اللي أخدوها عليه غير أنه عنده كذب قال مزمّل ده في الحلقة هناك بتاع الصبعتاشر قال جوناس أبو الطير ولا قال شنو عذاكرا قال لمو فيو العصبجي قال أدو بسطنطين ورفعو قال في البوكسي زي خروفة الضحية قال جدعو فوق وقال دي تراهو شوفناه بعين بسطنطين أنا بكون مبسوط جدا لو ورّوني الدو كان بسطنة هناك مزمّل جايبينه في نفس اليوم ذاك ذاته الوقف في الحلقة جايبينه قاعد في عنقريب وجنبه الزول ذاته بتاع الأريض بتاع محل الحلقة ومزمّل بيتكلم بيقول للناس يا جماعة الناس ترجع بيوته وكذا وكذا بعد ما شابهته لدو بسطن لا بسطن ذو الكذاب عديل أما مصطفى ده كذب أصلح عديل كذب وأنا ذاته كذب فيني قال الود قال على التالي الأحمر ده في سوقه من دورمان ده قال قال أنا بجوز شنو كشف الوجه وشنو كذي أعصبجوك أنا ما أجبت سيرت ولا أجبت حاجات زي دي ذو العجيب جدا وعنده كذب وعنده تناقضات وانا عملنا محاضرة فيه طويلة جدا وجبنا فيه الوثائر واخواننا ذي القابلينا يعني ترى هو ما أجينا بعدهم لكن يا أخواننا ذي القابلينا جزا الله خير وكذا وكذا وجزا الله خيرا كل من سبقنا في هذا الأمر بيّنوا حاله وردوا على شبه وضلالاته وكشفوه في الملأ زول سيء زول سيء الخلق زول ما يقبل النصيحة زول يصف نفسه بإنه زول علم يقول أنا علم والبقعد معاي ديكتين بيستفيد وكذا 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 إلى آخر وأشياء كثيرة جدا ما كان السلف يقولون وألفاظ ويقع في العلماء الكبار يقول لي أخ المدخلي محمد المدخلي أنا برد على المخرج ذاته هو كلام كثير جدا وأشياء يقع فيها ويكذب على العلماء يقول الفوزان لو لأنه الفوزان لقلت بأنه من المعتزلة أو الخوارج هو أشياء كثيرة جدا الكلام فيها بطوله يعني أنا سوينا محاضرة تأسمعها كلها إن شاء الله بتسمعها بتستفيد منها لأنه ذكرنا فيها نقولات لأهل العلم وكتب وأشياء وجبنا كلامه ذاته لما نرد عليه ما بكون زي كلامه ده الآن كلام بس كذي تسمع وكذي بنقول قال كذي بنجيب صورة وصوت بيقول في الكلام والعلماء رد عليه تسمع ردودات العلماء أو تقرأ كتبه أو بيجيب لك كتب موجودة وكذا فزوز زي ده حرام والله الذي لا إله حرام تسمع له ولا كلمة مبجوز تسمع له ولا تقعد له ولو الناس كلها هجروا في الحق هجروا بسبب هذا الحق وقع فيه كان لقى المنبر براه طلع براه ولا مؤزن ولا فزول قدامه كان راجع نفسه ورجع لكن للأسف الجهل يجلسون إليه وغير الجهل من الدكاترة ومن هؤلاء المخذلين المخذولين سكتوا عنه رغبة أو رهبة لحد ماه صرح ذاته قالنا لو عليه باطل الدكاترة ذي الكلون ما في واحد رد عليه ولا فزول جهل نصحني له دكاترة ناس فشلة ناس خيابة ناس أسألوا الله أن يرينا فيهم عدله وأن يرينا فيهم انتصاره للحق سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا لا إنت لا تمش تصلي معه في جامعة ولا تمش تجلس له ولا كذا ولا كذا نازل أهل شبهات نبلك حاجات من الكتب وحاجات شبهات العلم ردوا على بدري وبيّنوا حاله فصلوا فيها أنت قد يخفى عليك بعض الردودات إنت سلامة لدينك الله يحفظك ويحفظ جميع المسلمين ما تمش ليهم ما تسمع ليهم زول بيقع في الصحابة يتب تسمع ليهم هس أنا لو زول جاء كل يوم بيجي بتكلم في أبوي وامي تاني بسمع ليه ده جماعة بجالزوا أبعد منه بعيدة العلم موجود في علماء الآن تسجيلاتهم موجودة في النت هسي خش اليوتيوب هكتب الشيخ الفوزان أي شي دائره تلقاه في الفقه في العقيدة في الأخلاق في السير في أي شي جمع في جمع موجودة الآن في منابر على المنهج القويم الآن هنا دي في هم درمان دي في الخرطوم في بحر في غيره في معاهد علمية موجودة كلها تسأل منها بتلقاه أزالوا الدنار ده فصل لك كله يزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا حمود السلام عليكم